يبدو أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تتجه نحو سلطتين لإدارتها في تكرار لسيناريو الحكومتين في البلاد حيث رفض رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الامتثال لقرار حكومة عبد الحميد لدبيبا بعزله من منصبه وقال صنع الله إن لدبيبا لا يملك صلاحية ذلك وحذره من المساس بالمؤسسة وكان لدبيبا قد اتخذ قرار العزل قبل يومين وتعيين فرحاد بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط وشكل لجنة لإدارة الانتقال وجاء قرار لدبيبا بتوصية من وزير النفط في حكومته الذي طالما شهدت علاقته بصنع الله توترا دائما وفي السياق أفاد شهود في العاصمة طرابلوس بأن مصلحين انتشروا في محيط المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مشيرين إلى أن تلك القوة تابعة للدبيبا يقول المحللون إن تعيين من قدارة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون محاولة من لدبيبا لترسيخ وضعه في طرابلوس في وقت أعلن رئيس الحكومة المعينة من البرلمان فتح باشغة أنه سيباشر عمل حكومته من طرابلوس قريبا وبين هذه التجاذبات تحاول المؤسسة الوطنية للنفط أن تستأنف صادرات الخام من ميناءين وإنتاج النفط من حقول لا تزال مغلقة لكن الجماعة المنشاركة في عمليات الإغلاق لا تزال طرف ذلك مطالبة للدبيبا بقبول تكليف باشغة